وإلى شبوة حيث تواصل القوات الجنوبية ممثلة بقوات دفاع الشبوة وألوية العمالقة تطهير أودية ومناطق مركز المصينة بمحافظة شبوة وتمكنت القوات الجنوبية منذ انطلاق عملية سهام الجنوب من تحرير عدد من المرتفعات الجبلية والأودية والشعب كان آخرها شعب طفا فيما تمكنت من الوصول إلى عمق وادي مذاب الذي تتخذ منه الجماعات المسلحة معقلا لها